وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا أرحم الراحمين اللهم سامحنا واختم لنا بخير والطف بنا في الدارين وأكرمنا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام واشفنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضى المسلمين واحقن لماء المسلمين والطف بالمسلمين في كل أرض وبلد اللهم دمر الذين يكيدون للإسلام ودمر الذين يتآمرون على المسلمين اللهم والطف بالمسلمين في كل أرض وبلد يا أرحم الراحمين والطف بالمسجد الأقصى والطف بالمسلمين في مالي وفي الهند وباكستان وبنجلادش وفي ليبيا واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفي كل أرض وبلد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشفنا واشف مرضانا وأحسن ختامنا بحرمة القرآن العظيم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا هذا قول من قول الله هذا قول من قول الله ومن كذب الله كان كافرا بالله بعد هذا النص الصريح الصريح القطعي لا يلتفت إلى قول من خالفه كائنا من كان وأين كان وعلى أي منصب أو رتبة دنيوية كان كل من كذب الله كلامه مردود عليه كل من كذب الله كلامه باطل لا شيء كل من كذب الله كلامه كفر وخروج من الإسلام كل من كذب الله لا قيمة له ولا لكلامه بعد كلام الله عز وجل وبعد القرآن العظيم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينظروا أو هل يعبأوا بقول هؤلاء السفهاء الجهلاء الأغمار الذين يدعون أنهم يريدون الجنة حتى للكافرين ويعتبرون أن من أشرك بالله وكفر بالله وعبد غير الله وسب الله وسب القرآن وسب الرسول وسب الدين الإسلامي على زعمهم إن كان محسنا للناس فهو من أهل الجنة بزعمهم لو كان هكذا كما يزعمون لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جدعان عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها أي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في قريبها هذا عبد الله بن جدعان كان من قبيلة أبي بكر الصديق واضح رضي الله عن أبي بكر عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ماذا يفعل يقري الضيف يكرم يطعم يبالغ في إكرام الناس كان يقري الضيف ويصل الرحم ويصل الرحم ويطعم الطعام تعرفون ماذا كان يفعل كان يضع الخيوان في الطرقات الخيوان المرتفع ويضع عليه الطعام المار المسافر الذي يكون على الراحلة يأكل يأكل ينتقي ما يريد من الطعام وهو ماشي في الطريق من غير أن ينزل عن الدابة يعني وضع لن على الطرقات طاولات مرتفعة عليها أكل في طرقات المسافرين هذا مين عبد الله ابن جدعان كان يوزع الدهب الدهب اللقال اليواقية الجواهر يعطي الناس يعطي الناس كان إذا واحد في العشيرة والقبيلة عليه ديون هو يسد له دينه يسد عنه الدين يسد عنه الدين كان إذا واحد عنده ضائقة عنده حاجة يسدله إياها يقضيل حاجته يعطيه ما يريد هذا كان عبد الله ابن جدعان سمعوا انتبهوا هل اليوم فيما يبلغكم هل يوجد إنسان مثل هذا حتى في الملوك في الشوارع والطرقات يعمل هذا للناس لا نعلم لا نعلم لم يبلغنا عبد الله ابن جدعان كان يفعل ذلك عبد الله ابن جدعان كان يفعل ذلك اسمعوا هذا الرجل مات قبل البعثة ما معنى مات قبل البعثة يعني قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم مات الرجل مين عبد الله ابن جدعان من بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له إن ابن عمي ليه عم بتقول عنه ابن عمي كان ابن عمبيها ما قلنا من قبيلة أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر فقالت له قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن ابن عمي عبد الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويصل الرحم ويفعل ويفعل أينفعه ذلك هون موضع الحجة موضع الشاهد اسمعوا وحفظوا وانتبهوا قالت أينفعه ذلك قال لا من الذي يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجهلاء السفهاء الذين يقولون شو ما كان دينه لو بوزي ووسني ومجوسي ومشرك ويعبد الأصنام على زعم قال طالما هو مع الناس منيح وبيعمل منيح على زعم قال يدخل الجنة كذبوا الله كذبوا القرآن كذبوا الأنبياء كذبوا الإسلام اسمعوا قال لا مع أن الرجل مات قبل البعثة شو يعني يعني لم يبقى حيا إلى أن بعث الرسول وسمع الدعوة لا ما سمع الدعوة مات قبل البعثة طيب إذا كوين اعتبرنا أنه هذا ما بلغته الدعوة فلا يكون مكلفا فلا يكون مكلفا لكن الرسول ماذا قال لا ينفعه شو يعني من حيث السواب يعني ما ألو أجر لأنه لا يؤمن بالله لا يعرف الله واضح ما كان مسلم فمن حيث السواب ليس له سواب لا يكون له زرة من السواب هلا هون شو قلنا من مكلف لأن الدعوة شو ما بلغته فهموا هذه المسألة هذه لحالها ليس مكلفا انتبهوا ما حدا يفهم أنه عبقول عنه مجنون ليس مكلفا هون يعني ما بلغته الدعوة هو ما كان مجنون كان عاقل بس ما بلغته دعوة الإسلام واضح لكن مات قبل البعث ومع هذا ليس له سواب على عمله هون السؤال هل ركز معي ركزو اسمعو فمن كانت بلغته الدعوة فمن كان بلغته الدعوة وسمع بالنبي والإسلام والقرآن ومع ذلك أشرك بالله وكفر بالله وعبد غير الله وعبد الأصنام وسب الله وسب الرسول وسب القرآن وسب الأنبياء ومات كافرا هل يكون له عذر هل تقبل منه الأعمال الحسنة هل يدخل الجنة لا والله لنصوص القرآن التي هي بالعشرات إذن ركزو معي الآية صريحة والحديث صريح ميجه للدجاجل دعاة جهنم العصريين الذين يمهدون الكفر للناس يريدون إلغاء القرآن يريدون هدم الإسلام يريدون هدم عقيدة المسلمين الإيمان بالله ورسوله كل هذا بزعم بالدنيا يلغوه فشو صارو عم بيقولو ما في فرق بين إنسان مسلم وبين يهودي شو صارو عم بيقولو ما في فرق بين مسلم ووسني وبوزي ومجوسي ومشرك وعابد الصنم هؤلاء يكذبون الله يكذبون الله نرجع إلى الآية إن الله لعن الكافرين شؤلت بالبدأ هذا قول من قول الله بعد كلام الله هل لهم كلام هل ينظر إليهم وإلى كلامهم إن الله لعن الكافرين لاحظوا الآية ما قالت إن الله لعن الكافرين الذين لا يحسنون للناس بل أطلقت يعني كل من كان من الكافرين المكلفين هو ملعون عند الله سواء كان يحسن للناس أم لا يحسن للناس الآية أطلقت أم لا الآية عممت أم لا إن الله كمل أين هؤلاء الزنادق دعاة الكفر الذين منهم من يتستر بالإسلام وسياب المسلمين ويقول لو كان مشرك كافر غير مسلم إذا عم يعمل منيحد حبيب الله لعنة الله عليك وعليه عدو الله تقول عنه حبيب الله الله يقول إن الله لعن الكافرين أنت تقول عنه حبيب الله تكذب الله يعني يعني أنت تكذب الله هذا الشيطان يكذب الله الله يقول إن الله لعن الكافرين العلة في لعنهم العلة في طردهم من رحمة الله في طردهم من رحمة الله العلة في تخليدهم في جهنم هو موتهم على الكفر هو الكفر هذه العلة مش العلة إنه كانوا ما بيعملوا منيح مع الناس شو هي العلة كفرهم إن الله لعن الكافرين فهول الزنادقة الذين يهدمون يريدون هدم الإسلام وينشرون الكفر ويمهدون للكافرين الذين يقولون لا فرق بين إنسان وإنسان مهما كان دينه فهو من أهل الجنة إن كان يحسن إلى الناس أو يعامل الناس بالحسن كذبوا الله لأن الله قال إن الله لعن الكافرين شو يعني اللعن الطرد من رحمة الله شو يعني إن الله لعن الكافرين طردهم طردهم من رحمته يعني في القيامة لا يرحمهم الله يعني في القيامة لا يغفر لهم لا يشفع لهم شافع لا يدخلون الجنة لا يخرجون من النار لا ينقطع عنهم العذاب ولا للحظة قال الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا قال الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا هذا القرآن هذه الآيات واسمعوا إلى قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء من الماء أو مما رزقكم الله قالوا من الذي يجيب؟ أهل الجنة على مين عن بيرده؟ يردون على أهل النار قالوا إن الله حرمهما على الكافرين هذا رحمة الله في القيامة خاصة بالمؤمنين بالمسلمين بمن مات مجتنبا للشرك والكفريات رحمة الله خاصة في القيامة بمين؟ بالمؤمنين بالمسلمين شو الدليل؟ قرآن القرآن لاحظوا كم أي صرنا زيكرين الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا فسأكتبها في الدنيا وسعت المؤمنين والكافرين إذا واحد سألكن شو يعني في الدنيا وسعت الكافرين؟ الهواء الذي يتنشقونه هذا من رحمة الله أم لا؟ طيب نعمة اليد نعمة البصر نعمة النطق واللسان المشي الطعام الشراب الماء الذي يشربونه المال الصحة العافية قوة البدن الأولاد كل هذا الشيء اللي محصلينه بالدنيا هذا في الدنيا من رحمة الله أم لا؟ هذا معنى ورحمتي وسعت كل شيء وين يعني؟ في الدنيا لاحظ لاحظوا لاحظي فسأكتبها أخصها أخصها وين؟ في القيامة للذين يتقون يتقون الشركة وسائر أنواع الكفر فهي خاصة بالمسلمين في القيامة في الدنيا رحمهم أعطاهم العقل وبعث الرسول وأنزل الكتاب وأعطاهم من النعم ما لا يعدونه ما بيقدروا يعدوا ولا يحصوا مع كل هذا آمنوا أم كفروا؟ كفروا فماذا استحقوا في الآخرة؟ الخلود المؤبد في جهنم الخلود المؤبد وين؟ نرجع للإيه؟ إن الله لعن الكافرين طردهم من رحمته في القيامة لا تصيبهم رحمة الله واسمعوا وانتبهوا معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا لاحظوا انتبهوا ركزه شو يعني بحسناته الأعمال المنيحة يعني خدمة الفقير والمحتاج واليتيم والأرملة هذا معنية الحسنات يعني الأعمال الحسنة مش يعني أجر وثواب الكافر ما إله ثواب ولا إله أجر ولا زرة واحدة ولا زرة لأنه شرط حصول قبول الثواب للإسلام شرط حصول قبول الثواب للمسلمين شو الدليل سمعوا وانتبهوا منيح الله عز وجل يقول في القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر مين ويبشر المؤمنين ما قال ويبشر كل الناس ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لمين للمؤمنين لاحظوا في آية ثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لاحظوا الآية الثالثة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن هذا الشرط وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون نقيرا وآيات كثيرة تدل على الذي ذكرناه الشرط الأساس الأصل الذي لا بد منه لصحة الأعمال الصالحة وقبول الأعمال الصالحة وحصول الثواب والأجر ما هو الشرط؟ الإسلام الإيمان طيب رجعوا للحديث وأما الكافر فيطعم بحسناته شؤلنا حسناته الأعمال المنيحة مش يعني ثواب وأجر لا يعني الأعمال الحسنة التي أحسن بها إلى الناس وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا أليس قلنا يجاز عليها في الدنيا؟ بالصحة والعافية والميل والأولاد ونعمة البصر والكلام والسمع والإيدين والإجرين والمشي وما شابه من نعم لا نستطيع أن نعدها وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ركز معي وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب لم يكن له منها نصيب طيب في القرآن أيضا ماذا وراد؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شفته؟ معنيته هل ينتفعون منه بشيء؟ هذا مثل أعمالهم وفي القرآن أيضا ماذا جاء؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا وفي القرآن أيضا ماذا قال الله تعالى؟ سمعوا وانتبهوا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هذا اللي كان مؤمن وعمل طاعات وعبادات وحسنات بعدين كفر انهدمت إذن كيف اللي هو من الأول كفر هل تصح منه؟ هل تقبل منه؟ إذا كان هيدا اللي كان مسلم إذا كان هيدا اللي كان مؤمن عندما كفر هدمت حسناته ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في القرآن ماذا ورد؟ ومن يرتد منكم عن دينه الخطاب لألنا لألكن للمسلمين ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لاحظوا في الدنيا في الدنيا والآخرة كم يصاروا فإذا نرجع إلى الآية إن الله لعن الكافرين بعد كل هذه الآيات البينات والأدلة الواضحات والأحاديث الصريحات هل يلتفت إلى زنديق وملحد وملعون وكافر وفاجر وشيطان وعفريت لو ادعى الإسلام والإيمان والعلم والتقوى والمشيخة فقال الكفار يدخلون الجنة هل يلتفت إليه؟ هل يلتفت إلى قوله؟ الذي يهون الكفر الذي يسهل الكفر الذي يستسهل الكفر الذي يساوي بين الإيمان والكفر الذي يساوي بين الموحدين والمشركين وبين المسلمين والكافرين وبين الشياطين والأنبياء هل هذا يكون من المسلمين؟ لا والله الذي يقول الكفار بفوت على الجنة ساوى بين النبي وإبليس الذي يقول الكفار بفوت على الجنة ساوى بين إبراهيم وفرعون بين موسى وفرعون بين إبراهيم والنمرود وهل هذا يقوله مسلم؟ إن الله لعن الكافرين هؤلاء اللي بيطلعوا بتشوفوهم بالفضائيات بيحمروهم وبكحلوهم وببودروهم وبيركبوا عليهم البروجكتيرات وبيطلعوا على الفضائيات اسمعوا وانتبهوا بيطلعوا بيعدوا وراء الضو وعى الشاشة وبيقول المهم الإنسان شو ما كان دينه المهم الإنسان شو ما كان بيعمل وبيعتقد مين ما كان بيعبد يعبد المهم يعمل منيح مع الناس هل هذا يكون صدق الله أم كذب الله هل هذا يكون آمن بالله أم كفر بالله هل هذا يكون اتبع القرآن أم عاد القرآن إذن لا عبرة بهؤلاء مين مكانه مين مكانه وين مكانه لذلك انتبهوا لا تؤخذ بهم ما تتشوش بكلام ما تتأثر بأقوال هؤلاء زنادق كفر لأنهم كذبوا الله والأنبياء والقرآن والإسلام قال عليه الصلاة والسلام أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قزفوه فيها قزفوه فيها إن الله لعن الكافرين مين الكافرين ركز معه الكافر إن كان ولد من أبوين كافرين ونشأ على الكفر يهودي مصراني بوزي هندوسي سيخي من أي ملل الكفر كان أو كان مسلما ثم كفر شيء بخوف شيء بفزع شيء مرعب كان مسلم ثم كفر شو الدليل يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم قد كفرتم قد كفرتم هذا القرآن يعني بيكون في ناس مؤمنين بعدين بيصيروا كافرين نص القرآن صريح قطعي واضح آية ثانية إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا صريحة أم لا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا طيب آية ثالثة اسمع إلى قول الله تعالى واسمعوا إلى قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا 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 بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ يعني بيكون في ناس كانوا مسلمين بعدين كفروا يعني بيكون في ناس مسلمين بعدين بيصيروا كافرين هاي خمس آيات صاروا ذكرنا بهذه القضية خمس آيات وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وهذه الآيات وما قبلها فإذن هذه آيات قرآنية تثبت أن من الناس من يكفر بعد أن كان مسلما من الناس من يكفر بعد أن كان مؤمنا هذا القرآن فإذن هذا اللي كان مسلم ثم ارتد شو الدليل قلنا أنه في ناس بيرتدوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ مع الآيات اللي ذكرناهون دليل أنه في ناس بيرتدوا كيف تكون الردة الردة لو واحد والعياذ بالله أو واحدة حصل منه نوع من أنواع الكفر التلاتة أقسام الكفر أقسام الردة السلاسة والقرآن حذرنا منها اليوم في جهال يلي عايشين على الأتيكات المزيفة يلي عايشين على الأتيكات العفنة يلي مخمنين الإسلام هو ما يرونه هم وعلى ما هم يديرونه وكما هم يريدونه بيظنوا أنه هذا هو الإسلام بس وما حدا يحكي معهم لا ليس على هواكم وليس على جهلكم العريض كتاب الله حجتنا كتاب الله حجتنا وحديث رسول الله منهجنا وإجماع الأمة دليلنا واضح؟ هذا هو مش رأي الجاهل الفاسد الكاسد لا فإذا اسمعوا وانتبهوا القرآن حذرنا من أقسام الكفر الثلاثة بيقولوا لكم من وين جبتوا أقسام الكفر؟ ومين قال أنه في أقسام كفر؟ ومين قال في ناس بيرتدوا؟ القرآن ذكرنا هلأ في ناس بيرتدوا من القرآن أما من ذكر أقسام الكفر الثلاثة؟ العلماء من المزاهب الأربعة تعرفوا في واحد من العلماء فقيه حنفي مقلّة في كتاب مقلّة في كتاب شو اسمه؟ من يكفر ولا يشعر هذا عنوان الكتاب عنوانه الكتاب حملته معي على المنبر في خطبة الجمعة أكثر من مرة هيدا بس عنوانه من يكفر ولا يشعر قطل بغى الحنفي الفقيه المشهور في كتاب تاني شو اسمه؟ الإعلام بقواطع الإسلام شو اسمه؟ الإعلام بقواطع الإسلام هذا شيفعي ابن حجر الهيتمي المكة في فقيه حنفي البدر الرشيد مقلّة في كتاب اسمه رسالة في الألفاظ المكفرات رسالة في الألفاظ المكفرات في كتاب اسمه إتحاف السادة المتقيم بشرح إحياء علوم الدين للمحدث الفقيه النحوي اللغوي الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في المجلد الثاني من الإتحاف ماذا يقول؟ اسمعوا العبارة وقد ألف أئمة أئمة مش عامة وقد ألف أئمة من علماء المزاهب الأربعة الرسائل في بيان الألفاظ الكفرية علماء المزاهب الأربعة ألفوا هذا الكلام وإن موجود لعن بقراء الكنيان؟ اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني لمحمد مرتضى الزبيدي الفقيه الحنفي الفقيه الحنفي النحوي اللغوي الحافظ المحدث عم بيقول أنه علماء من المزاهب الأربعة ألفوا الرسائل في بيان الألفاظ المكفرة إذا ممنوا شي جديد مفتي بيروت من 150 سنة الشيخ عبد الباصد بن علي الفاخوري في كتابه الكفاية لذو العناية بصحيفة 135 من النسخة المطبوعة يقول فصل في الردة والعياذ بالله تعالى هذا هم من علماء بيروت طيب هلأ ذكرنا بعض اللي ألفوا وحكيوا أنه في ردة وهي ثلاثة أقسام ما هيك؟ ذكرنا مصادر شو دليلنا من القرآن؟ في ناس معاندين جهلاء وبدون قد يقال يركبوا على الجوزاء ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال شو الدليل من القرآن؟ اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا شو يعني الارتياب؟ الشك والشك وين محله؟ القلب يعني الكفر الاعتقادة يعني شو الكفر؟ القرآن حذرنا منه أم لا؟ وفي الحديث شو ورد في الحديث؟ أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه الشك محله القلب طيب هذا قسم قسم تاني لا تسجدوا للشمس ولا للقمر السجود للشمس والقمر ودوس الإنسان على المصحف والعياذ بالله حاشة والبصق على المصحف أو الكعبة حاشة والسجود للصنم والعياذ بالله ووضع البول والنجاسات على كتب الشريعة والحديث والقرآن والعياذ بالله هذا شو اسمه؟ كفر فعلي شو اسمه؟ كفر فعلي القرآن حذرنا من الكفر الفعلي ماذا قال؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تحذير من الكفر الفعلي شو بعد فيه القسم الثالث؟ لهو الكفر القولي واسمه الكفر اللفظي القولي الإنسان يقوله بلسانه اللفظ يتلفظ به وهو أكثر تشعبات أقسام الكفر واضح؟ شو يعني الكفر القولي؟ اللفظ يتلفظ به بلسانه هل قد كمان يحصل يكتب والعياذ بالله كفر واضح؟ هذا بيكون كمان لو كان ما عم بيحكي وعم بيكتب هذا دخل في الكفر الفعلي كمان وفيه كفر اعتقادي قلنا بالقلب لو لم يتلفظ ولو لم يفعل واضح؟ كالذي يعتقد أن الله جسم كالذي يعتقد أن الله حجم كالذي يعتقد أن الله ضوء كالذي يعتقد أن الله يسكن السماء أو يشبه الغيوم أو جالس على العرش أو حل في الفضاء أو يسكن الأولياء والكعبة أو أن الله يتغير أو مشيئته تتغير أو كلامه حرف وصوت أو أن الله تعالى يشبه شيئا من مخلوقاته كل هذا اسمه كفر اعتقاده اعتقد ذلك في قلبه صار من الكافرين أما اللفظ أو القول محله وين اللسان شو دليله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بعد إسلامهم وفي الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة لا يرى بها بأسا بيلعب بيمزح بيكون غطبين طالع معه نزل معه ضوية معه طفية معه كله هذا منه عزر لإله بيجي بيسب رب العالمين حاشة بيسب القرآن بيسب الملائكة بيسب الصلاة بيسب الكعبة بيسب عزرائيل بيستهزئ بأحكام الشريعة الإسلامية مثل بعض الكافرات بتشوف إختها تحجبت أو بنتها تحجبت أو حفيدتها تحجبت شو بتقول لها هذه الكفرة لمن تحجبت تقول لها يا عليكي شو معقدة وشو مجوية وشوها التخلف وشوها الرجعية وشوها الأرف تقول لها الملعون الخبيثة الكافرة تقول لها الناس طلعوا على الأمر وانت بعدك عم تتحجبه ليش إذا طلعوا على الأمر بيكشفوا عن أدبارهم يعني ماذا تريدون ماذا تريدون أي سخافة هذه ها ثم إذا رأوا إنسانا يصلي شو بيقولهم عقد أو ماذا يقولون ضأة قديمة أو يقولون موضة عطيئة عن الصلاة أو إذا رأوا إنسانا صائما شو بيقولوله بلها السخافات بقى هولي كفار أو واحد رايح يغتسل من الجنابة أو بده يتوضى بشان يصلي شو بيقولوله قشور عزعم يقولون قشور أو يقولون أمور تيفها شو تغتسل من الجنابة بعد حدا بيغتسل من الجنابة استهزأ بدين الله استهزأ بكتاب الله استهزأ بوحي الله بوحي الله استهزأ بالوحي الله ماذا قال في القرآن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب شوفوا ما أعظم القرآن ما أعظم الدين ما أعظم الإسلام ما أعظم الطهارة هولي هن أهل الأرف والجي والألعطة والزبالة والوسخ عايشين عن نجاسات المعنوية والحسية عايشين عن القرف بتكون الواحدة منهم لا تعرف الوضوء ولا تعرف الاستنجاء ما بتعرف إنه إذا كانت عم تتوضى أو تغتسل بدت تشيل المناكير عن أضافير إيديها وإجريها بعض الناس وهو يغتسل يبول على بدنه يبول على بدنه يبول في الجامعة وفي العمل ويلبس سرواله من غير أن يستنجي فيضمخ بدنه وسوبه بالبول وهذا من الكبائر وقد قال الرسول عليه السلام استنزه من البول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه جهال لا يعرفون الطهارة يعيشون على النجاسات الحسية والمعنوية يستهزئون على الطهارة يستهزئون بالطهارة وبدين الله يستهزئون بالاستنجاء والوضوء والغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض يستهزئون بذلك شو بيقولوا قشور أمور تيفها هن التيفهين الكفار من استهزئ بدين الله هو التافه الكافر مش الدين أمور تيفها حاشة هم التافهون الكافرون من يستهزئ بالطهارة والصلاة والصيام يستهزئ بالكعبة والحج مثل هذه الملعون الخبيث الهالكة التي كانت في مصر صارت تقول أعمال الحج أعمال وسنية ولما بيسمعوا الأزان تقول لعنة الله عليها لعنة الله عليها لعنة الله عليها تقول شيلوا صوتها الأحمار وهول في منهم ممثلات وفي منهم الدكتورات وفي منهم على زعم بارزات في المجتمع مجتمع أرف مجتمع زندقة مجتمع كفر وإلحاد بدون يمشوا على المسلمين على زعم بدون يمشوا مجتمعات الإلحادية والكفرية والزندقة بدون يمشوها على مين على المسلمين وعلى مجتمعات المسلمين بدون يعملوا المسلمين كالكافرين وحاشة وحاشة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله يقول لا يستوون نرجع للإي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا هذا الجزء التاني من الإي نشرحه في الدرس المقبل والحمد لله رب العالمين